مساء الخير هارون مساء الخير مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى أخبارنا المحلية البداية بالشأن الأمنية وقفت مصالح أمن لا تتيرت وفي إطار مكافحاتها للشغب ومثيرية الفوضى وقفت 21 شخصا تورطوا في عمليات سارقة ونهب طالت بعض المؤسسات الإدارية كملحق بردية بحيث نتيبة حيث تم تقديمهم من موكيل الجمهورية بتهم إثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة للدولة مع الإشارة أن الموقفين يعتبرون من ذوي السوابق العدلية قاموا بعمليات فوضى خصوصا في الفترة المسائية أعتبرت بالعمليات المعزولة والبعيدة كل البعض عن قيام المواطن الحقيقي بولا تتيرت والذين وقف جله من أئمة ومجتمع مدني ومثقفين وحتى إعلاميين ضد هذه العمليات التي تستهدف والتخريب والفوضى لمجرد الفوضى معبرين بذلك عن روح وطنية عالية للحفاظ على نعمة الاستقرار ترجمة نانسي قنقر